كارفان 4 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة بالنسبة للإضراب أولاً أريد أن أشكر الناس الذين يمشون في هذا الإضراب والتجار والمهنيين والحرفيين والجمعية الجمعية اللي دارنا إضراب للمنضوين تحت لواء كونفيدرالية جمعية التجارية والمهنية والحرفية بالمغرب بعدها أشكرهم زيان لأن البون نداء والحمد لله رأى إضراب بين 80 ثلاث سعين في المياه رأى ناجح الحمد لله أسباب الإضراب أسباب الإضراب بعدما أجد المساهمة المهنية الموحدة استبشرنا خير لأننا أجد بتغطية الصحية تغطية الصحية اللي نماضلنا بها بعد المناظرة بالتجارة في الغرفة التجارية اللي دازت وفي اللقاء المراكش وحتى سيدنا الحمد لله أكد على تغطية تغطية الصحية ولكن تصدمنا بهذه الطريقة لإحتساب تغطية الصحية لأن يقرروا مع طلطة الدرائب الدرائبة والجير والنظافة عاد يحسبوا على أساس تغطية الصحية وهذا في واحد الوقت قصير وزيروا عباد الله باش يدكراري في أسرع وقت لما يدكراري ترى عندك الضائرة والمشكلة عندنا في العام اللي فيتو هذه العام مزارة نعيشه أزمة كورونا وأزمة سيدان في الخمسة ستة ستة ثمانية المشكلة للنسرها ما روجوه جزء بزاف وجدها الضاربة قارط عباد الله من ناحية من ناحية من ناحية تغطية الصحية ولذلك وهذه الناس لم يقلسوا مع الناس لم يقلسوا مع الناس أكثر تمثيلية ولكن نحن لم نعرفها التجار لم يقلسوا معهم لم يقلسوا معهم موالوا وزيدون را هذا 2020 را عارفين بأن فيها مشاكل كان يدلقوا ما يخرجوا والشتة اللعبة إن شاء الله إلا تحيد علينا هذه الوابة الله يرفعه لنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس بش يوصلكم كل جديد موسيقى موسيقى